يبدو أن الموجة المضارية لهذا العام قد تودع اليمنيين المنكوبين بعد موسم خلف تركة ثقيلة من الخسائر البشرية والمادية أكثر من 560 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات خلال شهر واحد فقط بحسب ما نشرته المنظمة الدولية للهجرة ما يؤكد بأن الرقم أكبر بكثير للمتضررين منذ بداية موسم الأنظار منذ مطلع يوليو الماضي هؤلاء المتضررون وبحسب المنظمة يحتاجون إلى أكثر من 13 مليون دولار لإغاثتهم فالأنظار التي اشتاحت معظم المحافظات خلال الأشهر الأخيرة دمرت منازلهم وتسببت في نزوح الآلاف من الأسر وألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية الأساسية كالطرق والجسور والمدارس والمراكز الصحية ومشاريع المياه والصرف الصحية وجرفت معها ألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وأضحى عشرات الآلاف من الناس بدون مأوى أو مياه نظيفة أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية هذا الموسم من الأنظار والسيول تزمن مع تفشي وباء الكوليرا وانعدام الأمن الغذائي المتزايد ما أدى إلى تفاقم ضعف الأسر النازحة وأنظمة الصحة المتهلكة وبحسب تقرير المنظمة فإنه إذا استمر التقص في قسوته فإن المزيد من الأسر معرضة لخضر النزوح وتفشي الأمراض بسبب المياه الملوثة مارب وبما أنها تحتضن أكبر عدد من النازحين في البلاد فقد كشف تقرير حديث للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بأن نحو عشرين ألف أسرة نازحة تضررت بفعل السيول مع أربعة وأربعين حالة وفاة وإصابة منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس الماضي وتأثرت مساكن وملاجئ النازحين في مائة وخمسة وسبعين مخيما وموقعا بات الآلاف منهم في العراء ورغم الجهود التي قدمت لهؤلاء المنكوبين في محافظة مارب سواء من السلطة المحلية أو الشركاء الإنسانيين إلا أنها لم تغطي سوى 21% من إجمالي احتياجات الأسر المتضررة وهناك حاجة ملحة لمساعدات ضرورية تخفف المعاناة وحجم الضرر والعودة بالحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق المنكوبة أصلا